السلام عليكم اللهم وصلى على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعن عدوهم حياكم الله بفيديو جديد اخواني اخواتي ان شاء الله بهذا الفيديو بهذا الفيديو القصير راح نعمل وراح نعرض لكم مقارنة بسيطة جدا مقارنة بين الشيعة وبين الوهابية بخصوص التأثر عندما ينذكر مصاب الامام الحسين عليه السلام بابدائيا راح نستعرض شيخ وهابي واقول يعني للانصاف كان الشخص متأثر انا ما اعرف الشخصية لا اعرف ماضية لا اعرف مستقبلة لا اعرف تاريخه حاليا لكن يعني للانصاف اقول للانصاف ان الشيخ الوهابي كان متأثر لكن المجموع اللي حاضرين ولا كعنما وليش نتكلم كثير خلينا نستعرض الفيديو بالشكل العامل وبعدها نتوجه باشرة الى اتباع وشيعة علي بن ابي طالب عندما ينذكر لهم مصاب الامام الحسين عليه السلام موسيقى موسيقى فحاطته فقال جميعا في الجوجة وقيل سنال المؤنس طرم الحسين بأنحيه في طرف ودعه ثم طعله بصدره فصفت الحسين واهضار مجتمعوا عليه وتتلوه وأزوا أأسه وتضعوا الزبطان في ساعة لو تجلبت لها ربما قالت على الله فابتكرت بسين ولو تجلبت السباة فقالت على الله فابتكرت بسين ولو تجلبت الجبال لما علمت على الله فابتكرت بسين ولا نقولوا إلا إلا المهج والأيد من راجع لما علمت على الله فابتكرت بسين ولو تجلبت الحسين وانا كله جفة دمعت جيت زور الانذب عشان وما حد غمضه راسه انشاله برمه والجسد خيلة راض ريضه حرقة خيام العدو فرد حريمة للفضاء جيت زور حسين بالله سجل اسمه يا حبيب بارك على ضغره مسك شيبة حسين عفرغا في التراب ضرب غوع اثني عشر بربا ثم أخذ يحس الراس بينما القوم كذلك وإذا بالشمر قد حز راس الحسين حسين يا حسين وحسين ماهو هي ها 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 اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة